السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كرشي يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم الجزء الرابع والاخير من جاكت بغرزة ظهرة اللوتس. وما تنسيش تضغطي على الجرس الاحمر اللي تحت الفيديو لو انت مش مشتركة في القناة. وتدوسي على الجرس عشان يوصل للكل جديد. وانتابع مع بعض الخطوات والادوات. احنا في الجزء ده احتاجنا تلات زرائر. وطبعا اشتغلنا بابرة رقم تلاتة ونصف. وانتابع مع بعض الخطوات. زي ما احنا شايفين دي اطراف الكم اللي هنعمله النهاردة. الغرزة اللي احنا هنعملها في اطراف الكم. دي من مضاعفات رقم تمنتاشر. طبعا احنا الغرزة بتاعتنا من مضاعفات رقم ستة زائد واحد. فعندي هنا تمن آآ وحدات من الغرزة. واحنا قلنا ان الغرزة بتاعة الكناور بتاع الكم من مضاعفات رقم تمنتاشر. فكده هنحتاج ان احنا نضيف ست غرز كمان على التمانية واربعين غرزة اللي في الكم. فاني جي في الكم من هنا كده. طبعا بتختاري اي جزء. عندي في السلسلتين اللي موجودين في الاول. ممكن تعملي غرزتين حشو وممكن تعملي تلاتة حشو. احنا قلنا ان احنا هنضيف تلات آآ ست غرز زيادة فوق الثمانية واربعين غرزة. ارتفعنا سلسلة. وفي نفس المكان هناخد حشو. جنبها كمان غرزة حشو. التالتة. وعندي هنا في السلسلة اللي موجودة هنا هياخد كمان واحدة. يبقى كده اربع غرز. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعة تلاتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. بقى انا كده عملت اول تمنتاشر غرزة. هحط مركر في اول تمنتاشر غرزة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمانتاشر. كده تاني تمانتاشر غرزة. برضو هنحط المركر. وهنعمل اخر تمنتاشر غرزة حشو. وصلنا لاخر السطر وقفلنا بمنزلقة. هنرتفع سلسلة. وندخل في نفس المكان وناخد غرزة حشو. ونرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهنسيب غرزة التانية التالتة. وندخل في الربعة ناخد حشو. وبعدين نرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونسيب غرزة التانية التالتة الرابعة. والخمسة ندخل وناخد حشو. نرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونسيب غرزة التانية التالتة. وفي الربعة ناخد حشو. وهنفضل بالطريقة دي. مرة نسيب تلاتة ومرة نسيب اربعة لحد ما نوصل لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وهنرتفع واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة. وهنسيب غرزة التانية التالتة الرابعة. وندخل في اول غرزة احنا اشتغلنا فيها وهناخد منزلقة. بعد كده هندخل وناخد منزلقة. في منزلقة. في منزلقة. في تالت سلسلة. بعد ما ارتفعنا تلاتة غرز منزلقة. هنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو. وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي الغرزة اللي بعدها هياخد حشو. بعد كده ارتفع واحد اتنين سلسلتين. وااجي في الفراغ اللي بعده. اللي هو فيه تلات غرز من تحت. واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين. هندخل واخد غرزة عمود تاني غير مكتملين. واخدهم في حلقة واحدة. غرزة كلاستر. وبعدين سلسلتين. بعد سلسلتين اخد غرزة كلاستر كمان. لبقى كده التانية. سلسلتين. واخد الثالثة بالشكل ده. سلسلتين. واخد رابع غرزة كلاستر عمود غير مكتمل. كمان عمود غير مكتمل. واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. كده اصبح عندنا اربع غرز كلاستر. بعد كده سلسلتين. وااجي في السلاسل الخمسة اللي بعدها واخد حشو. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. والثلاسل اللي بعدها حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. والثلاسل اللي بعدها حشو. يبقى كده اصبح عندي فراغين اتنين. ارتفع سلسلتين. واكرر اربع غرز كلاستر زي ما عملنا في قبل كده. هادي اول غرزة. بعدين سلسلتين. الثانية. سلسلتين. الثالثة. سلسلتين. الروا. بالشكل ده. واخد سلسلتين. وفي الثالثة الخمسة ااخد حشو. وكرر لانهاية السطر. وصلنا لانهاية السطر. ونرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. وهيجي هنا في بداية السطر واخد منزلقة. وعندي هنا في السلاسل الخمسة علشان اوصل لنص السلاسل. هياخد منزلقة في منزلقة. لحد ما اوصل للسلسلة رقام ثلاثة. ارتفع سلسلة. وفي نفس المكان هياخد حشو. وارتفع سلسلتين. وعندي هنا انا عندي هنا اربعة كلاستر. هاجي في المكان ده بين اول غرزتين كلاستر. هاجي في النص واخد عمود. بعد كده سلسلتين. وهاجي في الفراغ اللي موجود هنا واخد تلاتة كلاستر. كده اول غرزة. بعدين سلسلتين. الثانية. سلسلتين التالتة. سلسلتين. واخد العمود اللي موجود هنا. اللي هو قصاد العمود التاني. احنا اخدنا عمود هنا. فبناخد عمود النحية. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وهاجي في الخمس ثلاث اللي هياخد حشو. بيبقى معي لشكل زي ما احنا شايفين كده. وبنكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر. وعندنا ما بين الوحدة دي والوحدة دي. هنشتغل خمس غرز ثلاث. واحد اثنين تلاثة اربعة خمس. ونقفل في بداية السطر. بالشكل ده. عايزين نوصل عند العمود. هنشتغل منزلقة. في منزلقة. في منزلقة. بالشكل ده. ونرتفع واحد اثنين ثلاثة. بمسابة عمود. وناخد سلسلتين مسافة. وعندي هنا ثلاث غرز كلاستر. هاجي في الفراغ اللي هنا. واشتغل غرزة كلاستر. وبعدين واحد اثنين ثلاثة. في نفس المكان غرزة كمان. واحدين سلسلتين. واجي في الناحية التانية. هشتغل نفس الشكل. غرزة. بعدين ثلاثة سلاسل. في نفس المكان غرزة كمان. سلسلتين. وناخد عمود فوق العمود. بالشكل ده. احنا كده ارتفعنا ثلاث سلاسل وبعدين سلسلتين مسافة. واخدنا في الفراغ اللي هنا برزتين كلاستر بينهم ثلاث سلاسل. وبعدين خدنا سلسلتين. وبعدين قررنا. اللي عملنا هنا عملناه الناحية التانية. برزتين كلاستر بينهم ثلاث سلسلتين. واخدنا عمود. بعد العمود بناخد سلسلتين. بالخمس سلاسل بناخد برزة حشو. ونكرر الشغل الناحية التانية. هنرتفع واحد اتنين. وناخد عمود. فوق العمود ونكرر الشغل اللي احنا اشتغلناه الناحية دي. زي ما احنا شايفين كده. وصلنا لنهاية السطر. وارتفعنا سلسلتين بعد غرزة الحشو. هنيجي هنا ندخل في واحد اتنين تلاتة تالت سلسلة. زي ما احنا شايفين كده. هنرتفع فوق التلات سلاسل. التلات سلاسل. وناخد سلسلتين مسافة. وعندي هنا احنا عندنا آآ غرزتين كلاستر وبينهم سلسلتين غرزتين كلاستر. هنيجي هنا في المكان ده وهنشتغل غرزة كلاستر. وبعدين نرتفع واحد اتنين تلاتة وناخد غرزة بيكو. بالشكل ده. ونسحب الخيط وناخد منزل. بعدين ناخد سلسلتين ونكرر. غرزة كلاستر. وبعدين غرزة بيكو. سلسلتين. غرزة كلاستر. وبعدين غرزة بيكو. بالشكل ده. وبعدين ناخد تلات سلاسل. وعلى طول ندخل في الفراغ اللي بعد كده اللي هو بين غرزتين ونكرر. هني اخد غرزة كلاستر. وبعدين غرزة بيكو. نرتفع تلات سلاسل. وننزل تحت الحلقات ونسحب منزل. سلسلتين ونقرر. سلسلتين. هني اخد غرزة كلاستر. وبعدين غرزة بيكو. بالشكل ده. بعد ما خلصنا الغرز بالشكل ده. هناخد سلسلتين. وبعدين ناخد عندنا العمود النحية دي والعمود النحية. هناخد العمود بالشكل ده ومش هنكمله. وهنلف وناخد العمود التاني. بالشكل ده. وهناخدهم في حلقة واحدة. بالشكل ده. ونرتفع سلسلتين ونقرر الشغل. هناخد هنا تلاتة كلاستر. وهناخد النحية دي للنحية التانية تلاتة كلاستر. بنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه في المكان ده. هنقفل السطر مع بعض. هنا بعد غرزة الكلاستر والبيكو. هناخد سلسلتين. وعندي هنا العمود. هاخد عمود فوق العمود. واقفل في تالت سلسلة. واخد سلسلة الامان. واقص الخيل. بيبقى معايا الاسورة بتاعت الكوم بالشكل اللي احنا شايفينه بكده. بعد كده هنعمل اطراف الجاكت من تحت. انا عملت سطرين من غرز الحشو. محتاجتش ان انا ازود غرز. انا عديت الغرز بتاعتي كلها. لقتها ستة وتلاتين وحدة من ظهرة اللوتس. وستة وتلاتين وحدة في ستة طلعتلي متين وستاشر غرزة ومتين وستاشر على التمنتاشر تلعتلي اتناشر آآ غرزة الكنار. يبقى انا هعمل اتناشر غرزة من الكنار زي كده. فانا كده مش هحتاج ان انا ازود غرز بين الغرز اللي موجودة هنا. فانا كده عملت متين وستاشر غرزة زائد غرزة يعني عملت متين وسبعتاشر وطبعا هتسألوني ليه زودنا الغرزة? علشان احنا على الاطراف. فزودنا غرزة. دلوقتي هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو. احنا كده عملنا خمس سلاسل واسيبنا غرزة حشو ودخلنا في التاني عملنا حشو. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهسيب اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة وادخل في رقم خمسة حشو. بعد كده نشتغل شغلنا العادي هنشتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ونسيب تلات غرز واحد اتنين تلاتة وندخل في الربعة حشو. يبقى هنعمل مرة اربعة ومرة تلاتة. مرة اربعة ومرة ثلاثة. لحد ما نوصل لنهاية السطر. وهنعمل في نهاية السطر زي ما عملنا في بداية السطر. وصلت لاخر السطر. وفاضل عندي جرزتين. هرتفع سلسلتين. واخد في اخر جرزة حشو. هياخد عمو. بالشكل. اخد حشو في نفس المكان. ارتفع السلسل الاول. ولف الشغل. واخد حشو فوق العمو. وارتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واجي هنا في السلاسل اللي بعدها واخد حشو. بالشكل. وارتفع سلسلتين. واجي هنا في السلاسل اللي بعدها واخد كلاستر. عبارة عن عموذين غير مكتملين. بعد كده سلسلتين. كمان غرزة كلاستر. سلسلتين. الثالثة. بقى كده تلات غرز كلاستر. سلسلتين. واخد الرابع. بالشكل ده. ارتفع اتنين تلاتة اربعة خمسة. والثلاسل اللي بعدها حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والثلاسل اللي بعدها حشو. بالشكل ده. بين غرزة غرز الكلاستر في فراغين زي ما احنا شايفين كده. ونرتفع سلسلتين ونكرر اربع غرز كلاستر. كده واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. ونقفل في السلاسل اللي بعدها. وكذا لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده. دي الوحدة الاثناشر. زي ما احنا قلنا. هنعمل اثناشر وحدة بالعدد اللي احنا ذكرناه. انا كده خدت الاربع قرز كلاستر. وبعدين قفلت بغرزة حشو. الوقت ارتفع واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. وايجي هنا فوق تالت سلسلة. واحد اثنين تلاتة. وهياخد غرزة حشو. دي كده نهاية السطر زي ما احنا شايفين. دلوقت هنرتفع واحد اثنين تلاتة. ثلاث سلاسل بمسابة عمود. وبعدين سلسلتين مسافة. وهلف الشو. وهاخد في السلاسل دي برزة حشو. بالشكل. بعد كده ارتفع سلسلتين. وعندي ما بين غرزتين هياخد عمود. بعد يجد سلسلتين. وهاجف النص هنا وهياخد تلاتة تلاتة. هادي اول غرزة. بعدين سلسلتين. التانية. سلسلتين. التالتة. سلسلتين. وهاجي في المكان ده وياخد عمود. بالشكل. هياخد سلسلتين واقفل. هياخد غرزة حشو في المكان ده. بالشكل. وكرر لنهاية السطر. ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وياخد هنا حشو. وارتفع سلسلتين. واخد في المكان ده عمود. بنفس الخطوات اللي احنا اخذناها في المكان ده. في اول واحدة. وصلنا لنهاية السطر. وبعد ما خدنا العمود وبعدين سلسلتين وبعدين تلاتة كلاستر وبين كل كلاستر والتانية سلسلتين. خدنا سلسلتين وبعدين عمود سلسلتين وخدنا حشو. زي ما احنا شايفين كده. بعد الحشو هنرتفع سلسلتين. وناخد عمود في الحشو. بالشكل ده. بعد كده نرتفع سلسلتين. وهنلف الشو. بعد كده فوق العمود هاخد عمود. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. عندي هنا فراغين. فراغين وغرزة كلاستر التانية. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وهناخد اتنين كلاستر. وبينهم ثلاث سلاسل. زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين. وهاخد عمود فوق العمود. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. وهاخد في الخمس سلاسل هاخد حشو. وارتفع سلسلتين. وكرر الشو. فوق العمود هاخد عمود. وبعدين سلسلتين. وعندي هنا تلاتة كلاستر. هاخد في المكان ده اتنين بينهم ثلاث سلاسل. وبعدين هاخد سلسلتين مسافة. وبعدين هاخد في المكان ده اتنين كلاستر بينهم ثلاث سلاسل. وكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده واخدنا العمود. بعد كده هاخد سلسلتين. وهندخل في واحد اتنين تلاتة تالت سلسلة وهناخد حشو. بالشكل ده. بداية السطر زي نهايته. بعد كده هنرتفع واحد اتنين تلاتة بمثابة عمود. وهنلف الشغط. هناخد عمود فوق العمود. وبعد كده سلسلتين. وعندي في المكان ده بين غرزتين الكلاستر. هاخد غرزة كلاستر. بعدين تلات سلاسل. واخد غرزة البيكو. منزلقة. واخد سلسلتين. واخد الثانية غرزة الكلاستر التانية. وارتفع تلات سلاسل. واخد غرزة البيكو. واخد سلسلتين. واخد الغرزة الثالثة. وارتفع ثلاث سلاسل. منزلقة. وبعد كده ااخد واحد اتنين تلاتة. واروح على غرزتين الكلاستر اللي موجودين هنا. واشتغل نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه هنا. هناخد تلات غرز كلاستر. وفوق كل غرزة كلاستر هناخد غرزة بيكو. ادي اول غرزة. في المكان ده. بعدين نرتفع ثلاث سلاسل. ناخد غرزة بيكو. منزلقة. وناخد سلسلتين. وناخد الغرزة التانية. نرتفع ثلاث سلاسل. بعدين سلسلتين. وناخد الغرزة التالت. نرتفع ثلاث سلاسل. ناخد غرزة البيكو. بعدين ناخد سلسلتين. وناخد العمود ده. ومشي نكمله. وبعدين ندخل على المود اللي بعده. بالشكل ده وناخدهم في حلقة واحدة. زي ما عملنا الخطوات اللي في الكمة بالزبط. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. كده الكنار خلص معنا. هنقفل بس اخر السطر مع بعض. احنا بعد اخر غرزة كلاستر. خدنا البيكو. بعدين سلسلتين. هناخد عمود. العمود اللي موجود هنا هناخد عمود ومش هنكمله. وهنقفل في اخر غرزة حشو. بعمود غير مكتمل. كمان مرة. هناخد العمود ده. وهنقفل بعمود في المكان ده اللي هي غرزة الحشو. هناخد عمود ومش هنكمله. كمان عمود ومش هنكمله. وهنقفلهم مع بعض بالطريقات. وده شكل الكنار بعد ما خلصناه. طبعا قلنا ان احنا عملنا اتناشر واحدة من الغرز اللي في نهاية الجاكت اللي هي الكنار بتاع الجاكت عملنا اتناشر واحدة. بعد كده هنرتفع السلسلة. وهناخد في نفس المكان غرزة حشو. دلوقتي احنا هنعمل الكنار بتاع الجاكت. عندي هنا في العمود هياخد اتنين حشو. عندي هنا في الحشو هياخد غرزة حشو. وفي العمود هياخد اتنين حشو. عندي هنا في غرزة الحشو هياخد حشو. وفي العمود هياخد اتنين حشو. بالشكل ده. عندي هنا في الحشو هياخد حشو. الحشو التانية هياخد حشو. لان انا عملت تطرين غرزة حشو قبل ما نعمل كنار الجاكت. بعد كده هياخد غرزة حشو. وعندي هنا في الارتفاع الاربع سلاسل اللي هما في السطر بتاع غرز الكلاستر هياخد تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة. العمود هياخد اتنين حشو. العمود اللي فوقه هياخد اتنين حشو. عندي هنا هياخد غرزة حشو واحد. وعندي في الاربع سلاسل هياخد تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة. وكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده. وصلت هنا عند الاستطر من فوق. فتحة الرقابة. هناخد هنا في غرزة الكلاستر هناخد غرزة حشو واحدة. وعندي هنا في الفراغ حشو. وعندي هنا فوق الكلاستر غرزة حشو. وفي الفراغ غرزة حشو. وفوق الكلاستر غرزة حشو. يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هاجي هنا برضو المكان ده غرزة حشو. وفي الفراغ حشو. وهاشتغل بعد كده حشو. وفي الحشو هناخد غرزة حشو. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. يبقى في العمود بناخد اتنين حشو. اتنين حشو. في المكان ده غرزة حشو. وفي الاربع سلاسل زي ما احنا شايفين كده هناخد في المكان ده تلاتة حشو. وهنشتغل لحد ما نوصل لنهاية الصدر. والناحية التانية من الصدر هنكرر نفس الشغل اللي احنا عملناه الناحية دي. وصلنا لنهاية الصدر زي ما احنا شايفين كده. هنيجي هنا في الاربع سلاسل هناخد تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة. وفي المكان ده هناخد حشو. وعندي هنا في غرزة الحشو هناخد حشو. لما سطرين الحشو اللي احنا اخدناهم قبل الكنور. بعد كده هناخد اتنين حشو. في الحشو هناخد حشو. وفي العمود هناخد اتنين حشو. وفي الحشو هناخد حشو. وعندي هنا في العمود اتنين حشو. وعندي هنا في غرزة حشو هناخد حشو. بالشكل ده. وهنرتفع سلاسل ونلف الشوك. وفوق كل غرزة حشو هناخد غرزة حشو. بالشكل ده. وصلنا لانهاية السطر. ده كده السطر التاني من غرز الحشو. هنبتدئ السطر الثالث. هنرتفع سلسلة. ونلف الشفت. هناخد غرزة حشو فوق كل غرزة لغاية منوصل عند حردة الصدر. بالشكل ده. وصلت عند حردة الصدر زي ما احنا شايفين. في الزاوية دي هناخد اتنين حشو. واحد. اتنين. وهنحط مركر في المكان ده كده. عشان نعرف مكان الزاوية. بعد كده هنعمل غرزة حشو فوق كل غرزة. وعندي الناحية التانية هعمل نفس الكلام. احنا كده خلصنا السطر الثالث من سطور الحشو. دلوقتي هنرتفع سلسلة. ونعمل السطر الرابع. هنشتغل غرز حشو. لحد ما نوصل عند حردة الرقبة. وصلنا عند حردة الرقبة. احنا خدنا اتنين حشو. هنعمل في الاولى اتنين حشو. وهنعمل في الثانية برضو اتنين حشو. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. وزي ما عملنا الناحية دي اربعة حشو. هنعمل برضو الناحية التانية اربعة حشو. اتنين في اتنين. اتنين في اتنين. انا كده خلصت السطر الرابع. وارتفعت سلسلة. وهنشتغل السطر اللي بعده. هنعمل العروة بتاعة الزروع. هنشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما نوصل عند حردة السطر. وصلت عند حردة الرقبة في المكان ده. في الجزء ده هنعمل العروة. انا عندي هنا خصصت اربعة غرز للزرار. وما بين الزرار والتاني سبت ست غرز. يبقى انا سيب هنا اربعة وهنا ستة. هنا اربعة وهنا ستة وهنا اربعة غرز. هنشوف هنشتغل ازاي. هنيجي بشيل المركر من هنا. وهناخد حشو. وهنرتفع واحد اتنين ثلاثة. وهنسيب غرزتين. هنشتغل واحد اتنين. والثالثة هناخد حشو. بالشكل ده. طبعا على قد حجم الزرار. بالشكل ده. يعني لو اكبر من كده. طبعا هتعملي ثلاثة اكبر من كده. انا سيبت اربع غرزة. غرزة حشو. وبعدين اتنين حشو من غير شغل. وبعدين غرزة الرابعة حشو. وعملت ثلاثة ثلاثة. بعد كده هعمل حشو فوق كل حشو. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ست. دول الست غرز اللي بين الفراغ ده والفراغ اللي هنا. هدخل في المكان المخصص الثاني. وهاجي ناخد حشو. وارتفع واحد اتنين ثلاثة. وارتفع واحد اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ست. وهشيل المركر. واياخد غرزة حشو. وارتفع واحد اتنين ثلاثة. واسيب غرزة التانية. وفي اللي بعدها اياخد حشو. بالشكل ده. يبقى انا كده عملت ثلاثة فراغات لثلاثة زراير. انت عايزة تعملي الجاكت كله. ما فيش اي مشكلة. مش عايزة تعملي خالص زراير برضو ما فيش اي مشكلة. اللي رياحي. بعد كده هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لحد ما نوصل لنهاية اطراف الجاكت من ناحية التانية. غرزة فوق كل غرزة. هكمل وارجع لكم. وصلنا لنهاية الصطر. احنا كده عملنا خمس سطور غرز حشو. هناخد سلسلة الامان. ونقص الخيط. طبعا لو عايزة تعملي سطرين كمان او ثلاثة طبعا ده بيرجع لكم. احنا هنا في العراوي لو انت مستقطرة عدد سطور الحشو. ممكن تعملي العراوي في السطر الرابع. يبقى انت كده هتشيل سطر من سطور الحشو. احنا هنا هنحدد مكان الزرار. وصاد فتحة العروة بالضبط كده. نفس الكلام الناحية دي هنحدد الزرار في الناحية اللي اصاده. بالشكل اللي احنا شايفين ده احنا كده آآ دخلنا الزرار في العروة الاولى. وبنعمل نفس الكلام في الناحيتين. زي ما احنا شايفين كده احنا كده ركبنا الزرار. وفي اللبس شيت جدا جدا جدا. دي الاساور بتاعة الجاكت اللي هي الاكمام. ده الكمة التاني. الجاكت بالطول. زي ما احنا شايفين كده. والكنار بتاعه. والجمال. حاجة روعة. الجاكت بالغرزة بالكنار. حاجة روعة. وبكده الفيديو بيكون خلص معنا. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوس على الزرارة الاحمر الى تحت الفيديو. واتدوس على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.